عقد من الزمن تغيرت فيه الصناعة في الصين من حال إلى آخر بدءاً من هذه الشوارع فلم تكن أغلب السيارات من صنع أهلها بل تهيمن عليها السيارات الأمريكية والغربية وضع تغير على مدار أقل من عشر سنوات بعد خطة صنع في الصين حتى تسل الأمريكية هذه صنعت في الصين خطة العشر سنوات يبدو أنها تحققت خاصة في قطاع السيارات الكهربائية مصانعها لا تتوقف عن العمل بل أصبحت الصين المنتجة والمصدر الأول عالمياً ومحلياً في هذا القطاع لتتجاوز بذلك توقعات الخطة الحكومية ومن صناعة إلى أخرى طاقة الرياح الذكية تفوق صيني تكنولوجي ساهم في تحقيق هدف تحول الصناعة التقليدية إلى تكنولوجية مرتبطة بشبكة الجيل الخامس لكن ثمت صناعات أخرى تواجه عراقيلة غربية وأمريكية هناك عشرة قطاعات ذات أولوية في الخطة منها السيارات وتطوير الآلات الصناعية والمعدات الكهربائية والطاقة الشمسية أما قطاع تطوير الرقائق والتكنولوجيا وبعض الصناعات الأخرى تواجه تخبطاً حسب المجريات لم يتبقى إلا أشهر عن انتهاء مهلة تحقيق الأهداف الصناعية المقدرة حكومياً ووفقاً لخبراء أنجز حوالي 90% منها أما ما تبقى متعثراً فتقول الصين إنه بسبب عقوبات أمريكا والغرب على بعض الصناعات غداء السالم العربية بكين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر